اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دائما مباراة الاهلي والترق في الفترة الاخيرة ما بتتحسيمش في المباراة الاولى شفناها في نهاية 2012 الحاسم كان في مباراة العودة شفناها ايضا في 2018 كان الحاسم في مباراة العودة ازاي هتتعامل مع المطشين بطبيعة الحال اي مدرب يلعب في نصف نهاية وعنده مباراتين ذهاب وعودة اكيد فما برش حسابات في المقابلة الاولى وبعد تعرف من بعد المباراة الاولى كل فريق بش يكون معناها واضح نقاط القوة ونقاط الضعف بالنسبة للفريق الثاني والمعاملة بتاع المباراة الثانية بش يكون حسب النتيجة بتاع المباراة الاولى المباراة الاولى اكيد كل فريق بش يكون حضر فيها اكيد كل فريق يحاول بش يسجل الماكسيمم معناها ويحاول انه ما يقبلش على كل ان شاء الله ان شاء الله يكونوا موافقين في الاختيارات محمد علي في الرمضان عنده انظارين وتتجنب الوصول على النظار الثالث قبل مباراة العودة تتعمل مع مامر الزايل وأيضا أنيس البدري لا هل ي عنده انظارات ولا هل يسأل أكلم هم ترشبك شرف الله أكيد عادي جدا نطعم تعمل أشأل محين سيشوف مبارات مهمة مهمة بغار شاحتها على الموسى والذيح نسيع بلاي لحظة ميكرويت كل سامخون خليتكم خلينا نكملوا هاتكل واحد وحد أكيد مبارات بالنسبة للتراجي مبارات ساعة مبارات مصيرية عن المستوى الذهني ساعة بأكبر كل شيء أي على المستوى الذهني يزمنا اليوريتوري يزمنا نكونوا حاضرين أكيد على المستوى الذهني وعلى المستوى البدني والتكتيك بطبيعة إذا تكون ذهنية ماكش حاضر ما تنجمش تخرج من المبارات كما أنت تحب على كل أهم حاجة هو لو جورجي نهارة المبارات ووقت المبارات الساعة ونصف متع المبارات يزمت كالتركيز يكون عالي من الفريق الكل من اللحداش اللي هابتو خاصة حتى اللي اللي بشير ينزلو الشوط الثاني إن شاء الله شكرا 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 شكرا